قالت مصادر مطلعة أن ميليشيا الحوثي الإرهابيات تجبر أساتذة ومسؤولين في الجامعات الأهلية على حضور دورات طائفية وعسكرية مكثفة وذلك في إطار حملة تعبئة واسعة تشهدها المناطق الخاضعة لسيطرتها أضافت المصادر أن الميليشيا تنظم هذه الدورات في مواقع مختلفة بما في ذلك جرف سلمان بمحافظة صعدة والذي شهد مصرع مؤسس الميليشيا حسين الحوثي وتسعى ميليشيا الحوثي من خلال هذه الدورات إلى تعجيز ولاء الأكاديميين لها وتعبئتهم لمواجهة ما تسميه العدوان وأكدت المصادر أن الأكاديميين يعيشون حالة تدمر ورفض لهذه الممارسات بمن إبداء مواقف علنية حيالها خشية تعرضهم للاختطاف والامتهان من قبل الميليشيا الإرهابية